بالنسبة للآثار الدنيوية للمال الحرام وعلى رأسه الربا يعني يأتي الربا في قمة الهرام في المال الحرام وخطورة المال الربا شديدة جدا يمحق الله الربا يمحقه ويمحق أهله الربا يدمر المجتمعات اقتصاديا ويدمرها اخلاقيا هذا أنا عيشه الآن نرى تدمر الدول والمجتمعات المال الحرام أيضا من نتائجه وآثاره أنه ينزع البركة من مال صاحبه أنه يورث الضغينة يورث الشحناء في المجتمع أيضا من آثاره أنه يطعم بابنائه الحرام والسحت يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به فهذا أيضا من الآثار الخطيرة أنك تدفع بأمنائك والعيذ بالله إلى النار فعقوبة في الدنيا وخيمة بالفساد ونجع البركة والأمراض والأزمات المالية والاستماعية الخطيرة وفي الآخرة والعيذ بالله النار